في إطار توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد النهيان للأعمال الإنسانية أرسلت مؤسسة خليفة بن زايد النهيان للأعمال الإنسانية طائرة مساعدات تحمل 15 طن من المواد الغذائية الأساسية و15 طن من المواد والمستلزمات الطبية إلى السودان الشقيق لإغاثة المنكوبين من الفيضانات التي ضربت أجزاء كبيرة من البلاد بعد إعلان حالة الطوارئ في ست ولايات وتضمنت المساعدات الطبية المستلزمات التي تحتاجها الفرق الطبية في الطوارئ وإسعاف المصابين وأشملت المواد الغذائية العناصر الأساسية مثل الأرز والطحين والسكر وحليب البودرة والشاي والعداسة وقالت المؤسسة أن الاستمرار في تسيير المساعدات الغذائية والطبية إلى السودان يأتي تنفيذا لتوجهات القيادة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ويؤكد على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين ويؤكد على الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق